وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على فلسطيني مقيم في النمسا لدوره في دعم حماس وده مسؤول عن تقديم الدعم الكامل أو المساهمة في أنشطة حماس اللي كانت بتقوم بها هو مسؤول عن التمويل شايف موضوع زي ده ممكن أن يؤثر تأثير مباشر على قوة حماس في عملية شراء الأسلحة أو عملية تمويل المقاومة أو تمويل الإرهاب كما يتناول البعض شايف الموضوع ده موضوع إجحاف لهذا الشخص يعني بصراحة أنا السيد عادل دغمان أعرفه شخصيا يعني سابقا كنت أعرفه زراحة كان في كان في يعني كنا نلتقي بعدد من المناسبات الخاصة بفلسطين يعني هو كان من ضمن الأشخاص الذين يعني تم اعتقالهم في عملية اللكسور وتم التحقيق معهم وتم الإفراج عنهم زراحة ولم يثبت عليهم أي تهمة بهذا الشيء والآن عادت إلينا وزارة الخزانة الأمريكية لتفرض عقوبات عليهم طبعا ليس فقط على عادل دغمان في يوجد عدد من الأشخاص من بينهم عادل دغمان والذي يطلق عليه أبو البرا يعني بصراحة هؤلاء الأشخاص الكثيرون يدركون أو يعرفون أنهم فعليا لديهم صلاة مع حماس وأيضا يوجد آخرون يقول أنهم ليس لديهم أي صلاة مع حماس وما إلى ذلك وبالتالي الأردني محمد محمود عوام نعم صحيح فيه أسماء كتير موجودة إحنا يعني لو حاولنا نسلط الضوء فقط على السيد عادل دغمان عادل دغمان بالضبط تقول أنه مسؤول عن نشاط حماس في النمسا وأبرز مؤسسي الحركة في أوروبا وذكرت أن دغمان يرتبط ارتباطا وسيقا بكبار قادة حماس وشغل مناصب عليا في مؤسسات تابعة للحركة وفقا لما جاء على موقع وزارة الخزانة الأمريكية طبعا السيد عادل دغمان أعتقد حسب معلوماتي أنه غير موجود حاليا في النمسا وغير معروف موقعه ولكن يقال أنه إما في لبنان أو إما في تركيا بصراحة وبالتالي أعتقد أن للنمسا سيكون خطوات لاحقة بعد هذه التسمية والنمسا لم تستطع أن تثبت أن السيد عادل دغمان والعديد من الأشخاص الذين تم التحقيق معهم بعملية اللكسور أنهم مرتبطون إما بحماس أو بالإخوان ويعني أكثر شيء خرج من هذه التحقيقات حتى الآن أن بعض الأشخاص قالوا أن نعم هم في الإخوان ولكن الإخوان ليست تنظيم إرهابي في النمسا ليست مسمات بتنظيم إرهابي وبالتالي خرج الأشخاص دون أي حكم ضدهم فبالتالي المسألة ما زالت معلقة أعتقد للنمسا أعتقد يوجد مع قسقصة أجنحة إيران بشكل كامل بغض النظر إن كانت مرتبطة بالسيد عادل دغمان أم لا قسقصة أجنحة إيران المجوسية والفارسية وما إلى ذلك أعتقد أنه سيضعف مشهد الإسلام السياسي في كامل العالم خاصة في أوروبا ممكن تكون إيران دلوقتي بتعيد ترتيب أوراقها بعد الكشف عن رئيس فيلق القدس طلع إسرائيلي يا راجل طلع إسرائيلي متآمر أو متعاون مع الإسرائيل يعني أنت بالك كيف قتل إسماعيل هنية كيف قتل حسن نصر الله كيف تم تنفيذ غزوة البيجر وغزوة اللاسلكية بس القرار يمكن الأخير كان في موضوع اللي هو ابن خالد حسن لأنه كان مقررا ويحضر الاجتماع ده يا سيدي هؤلاء عملاء عبارة عن حمقى برتبة عملاء جميعهم خدموا المشروع الإسرائيلي دون أن يدركوا هن ببالهم أن عما يخدموا المشروع الإيراني المشروع الإيراني المشروع الجمهورية الإسلامية الإرهابية لا إسلامية ولا جمهورية ولا شيء يعني بالتعليب صراحة أثبتت التجارب أنا في الأمس كتبتها بصراحة وأنا شرت على صفحتي الخاصة أن هؤلاء مجرد حمقى وتم التغرير بهم ويعني بصراحة اتهمون مرارا وتكرارا مرت تارة بالتمويل للإمارات إليكو الحمد لله الذي بدأ في كشف محور الضلال المتمثل في المقاومة حيث تبين أنهم مجموعة من العملاء ما كنا نحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم واقعا وعندما وصفنا البعض بالعمالة والتبعية لتمويل إماراتي تكشفت الأمور لتضح أنهم مجرد حمقى بدرجة عملاء قاءاني يخضع للتحقيق بعد مزاعم التخابر مع إسرائيل وعندما تستطيع أن تجيبه هذا فبالتالي يا سيد الكريم هؤلاء شلة حمقى شلة حمقى تم التغرير بهم بقصد أو بدون قصد ولكن بصراحة هذا هو الواقع والأيام حبلة بالتفاصيل الأخرى شكرا